كان تفقد فعلا دولة رئيس الوزراء لفرع الاكاديمية في جنوب الوادي وده برضو انا فرصة هنا يعني هذا المقر الحداثة اللي فيه المقر بفخمته بكل ما يحتويه بالمعامل اللي فيه احدث معامل هذا الفرع المعامل اللي فيه احدث معامل الاعضاء التدريس على اعلى مستوى مصرفات الدراسية في هذا الفرع خمسين في المية من ادراسات المصفات الدراسية في اي فرع اخر ده كنعمل المسئولات المجتمعية ومحاولة مننا فعلا ان احنا نوجد او نمنح فرصة تعليم متميزة لابنائنا في صعيد مصر في جنوب الوادي واسمه فرع جنوب الوادي فهو ده يعني مفهوم الجامعة الاهلية هو ده التمويل الزياتي هو اللي نهدف الى الربح بنطور امكانياتنا بنجيب معامل حديثة فاحنا ارجع تاني للتعليم التكنولوجي اللي هو مستقبل مصر واللي احنا يجب ان نركز عليه بشكل كبير في الفترة اللي جاي احنا اه كل الكلات الاكاديمية ارتبطت فعلا بالتكنولوجي لكن برضو لازم نركز عليه اكتر في المرحلة اللي جاي بقول لحظةك ان احنا كل شهاداتنا معتمدة من جهات الاعتماد في مصر مجلس اعلى الجامعات معتمدة من هيئة الاعتماد دولي يعني الهندسة اللي مع الابط اكبر هاية تعليمات في امريكا الهندسة المعمرية مع الانستيوت او بريتش اركتكتز النقل البحري مع الزيفا النقل الدولي مع الاف اي بي دابل اي كل ده وبرضو شراكات دولية كم جامعة دولية مع الاكاديمية يوكلن في العالمين هل في العالمين كوفنتري في الاسكندرية الاوتونما برشلونا في اللغة والاعلام والقانون اللي برضو انا فرصة اقول ان فيه كلية قانون جايز نستطيع اذكرها فالحمد الله كلية جديدة كلية جديدة في القرية الزكية فبرضو مجال التخصص يعني اهتمامها القانون التجاري القانون البحري القانون الدولي فبرضو بحيث نأهل يعني شبابنا لمجالات في التخصص احنا في امس الحاجة اليه ودي كاتي كولا دي جايز بتوصية من سكرتير عام منظمة بحالات دولية لما جايز ظهر الاكاديمية وقال ان هو اللي شافه في الاكاديمية يخليه متطمن لمستقبل النقل البحري وفي الامة العربية بفضل خريجي هذه الاكاديمية انا بدعو حياتك برضو ان شاء الله في الزوء الاخير من سبتمبر عندنا المصابقة المهارات بينظمها مجمع خدمة صناعة مع الدراسات التقنية بتوري قد ايه شباب مصر فعلا من كل محافظات مصر بندربهم بنعملهم اختبارات بنصف فيهم لغاية ما نجيبهم بقى ان شاء الله لابو اير ان شاء الله في النهاية شباب مصر عشان نشوف فعلا قد ايه شباب مصر يقدر يعمل مشروعات متميزة يقدر يكون فعلا شباب يعتمد عليه في كل المشروعات الاقتصادية اللي الدولة بتأملها في المرحلة القادمة ان شاء الله في تخصص كمان يا دكتور اسماعيل في الاكاديمية اللي هو تكنولوجيا المصايد والاستزراع السمت تمام ده عبارة عن ايه ده علم او فارع من كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع السمت ومصايد والاستزراع السمت ده الخريج هيشتغل ايه ده الخريج ده بقى يعني حياتك انت شاء يعني مصر النهاردة في السمت الاخيرة كام كام الاهتمام باستزراع السمكي والمشروعات عندي مدينة غليون مشروع غليون وعنده كل اهلينا في قفر الشيخ عاملين استزراع سمكي وفي بورسعيد وفي خناة السويس كل ده المشروع الاعظم في الاستزراع السمت هو ده الشركة الوطنية للأسماك مصر جايز احنا في يعني ولادنا الخريجين من الكلية دي يروح يشتغل هناك هم اللي بيشتغلوا هناك عليهم طلب عليهم طلب والمصر النهاردة بتبني أسطول صيد وكان اعتقد في آخر أسبوع في رمضان الماضي كان فيه يعني افتتاح في هاي او مشروعات في قناة السويس ببنسبة يعني بعد الحادث السفينة الجنح ايفار جيفر ايفار جيفر فخان السويس وكان فخامة رئيس من شارعه في الحسابة هناك كان فيه حوالي سبعين سفينة صيد جديدة تم بنائهم في الترسانات البحرية في مصر